ترجمة نانسي قنقر والمهارات العسكرية المتخصصة وطرق التعامل مع الأهداف المعادية والتعامل مع المواقف الطارئة وقد عكست هذه المرحلة المتقدمة من التمرين كفاءة وقدرة القوات المشتركة في التمرين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بدقة عالية وإتقان واحترافية ويأتي تمرين سيف العرب في إطار التعاون العسكري العربي المشترك لإثراء الخبرات القيادية القتالية للقوات المشاركة لتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية كما ويعد من أهم التدريبات العسكرية على مستوى الوطن العربي التي تؤكد عمق الروابط الأخوية بين الدول الشقيقة المشاركة والتي ترمي إلى توحيد العمل العسكري العربي المشترك لتوفير الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر